السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إزايكم يا بنات عاملين إيه؟ النهاردة بنات جاب لكم وصفة اقتصادية موفرة حلوة يعني بصوا جميلة من كل النواحي والله العظيم بجد تحفة 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 يعني معنا يا بنات هنا أكلوا لبن كان عندي في الفريزر طلعتوا سيحتوا يعني كده على النار أول ما ديفي نزلت عليه بربع معالك خل أنا مخلطوش يغلي أنا أدوب دفي دفيان وما جيت طلع حبت كده فققيح صغرنون عن الجناب كده نزلت عليهم باللربع معالك خل حبتدى أجلب فيه أجلب فيه يا بنات اللي جيت لما يقطع معاي اتردنا أنت طلعت اللبن وجيت بتغليه اللي جيته يقطع معاكي قوة يترميه احنا عاصلا عايزين يقطع يعني ده كده من عند ربنا جات ما ترموهشي وكمل عليه الوصفة اللي حرزي يندق وكمل عليه الطريقة اللي احنا حنعمل بها دلوقت تمام يا بنات هنجد نجلب فيه لما يقطع معانا اهو شايفين ده اللي احنا عايزينه لما بنجن اللبن ويجي يقطع معانا بيبغى بالشكل ده ما نرموهشي هنستخدمه احنا من نرميش حاجة فلا يعمل حلوة دي كله يستخدم شايفين يا بنات ده اللي احنا عايزينه بالزبط حقود اجلب فيه شوية كده عشان نتكون معاي اكتر وبعد كده حنصفي مع بعض ما تنسوش يا بنات اللايك والاشتراك في القناة والكومنتات عشان القناة تكبر بيكم كده يا بنات انا جبت مصفة وجبت بولا شايفين بنزل بيها اولا ان المصفة دي كويسة انها ما تكسرتش ما عارفش هي تمسكها هتنزل هتبهدل الدنيا كانت كانت هتتكسر مني معلش حنستخدمه برضو مش هنقول لا اهو هي بنات حنصفيها كويس ده الجبنة اللي طلعت لنا من اللبن ده اللي هنستخدمها تمام والتاني اللي هو السرش مش هنرميه يعني السرش ده ده كان زب بيتك والله العظيم ما يترميش انت فيه ناس بتشتريه بتشتريه بفلوس عشان تخليه عنده وتعمل بيه وصفات فاحنا ده هنشيله في التلاجة ونشوف هنعمل بيه عندي هنا كوباية كوباية زيت كوباية الا كان معلجة مية معلجة زبدة يا بنات معلجة نشا الزبدة اي نوع انت بتفضليه ميزلاندي جنة كريستال افرن اي نوع زبدة عندك استخدمي مش هيقول لا تمام بنات هنا جبت قاسة على النار حطيت فيه لأ جبل ما ولق على النار يعني حطيت فيه كوباية مية اللي هي كانت عندي دي كوباية مية الا كان معلجة وحطيت عليهم معلجة النشا هندوهم البنات بعيد من النار اللي جايت لما يدوهم معنا بعد كده نولع تحتهم النار هاي بنات ولعت النار هنجد نجل فيهم انا من ساعة ما ولعت عليهم اهو شايفين ايدي من ساعة ما حطيت ايدي فيها ما طلعتش يعني دراعت خلع انا وبجلب فيهم برضو مرضيش اطلعه بعدت اجلب كده فيها كويس ليه بنات بنجلب كويس عشان يتكون معنا النشا كده يجمع مع بعض ويجمع دهو زي ما انت شايفين بس كده احنا مش هنثيبه لأ برضو هنكمل ضربة فيه ضربة مبرحة كده يقلع عين وعين اهلوا ليه بنات علشان نسوي النشا لان لو استخدمنا كده الوصفة بتاعتنا هتبقى طعمها نشا يعني حتى انتوا بتاكليها النشا ظاهر في طعمها فاحنا مش عايزين النشا ده يظهر خالص في الوصفة بتاعتنا واللي يدوج الطعم ما يعتقدش ان فيه نشا اصلا يعني فعلشان كده هنبقى نضرب فيها كويس كده اللي جايت لما نسويها معنا انا هي بنات ما فصلتش وما سرعتش انا جاعدة معاكم خطوة بخطوة هي فيها موضوع النشا ده لجايت لما يستوي معي وريحته تمشي خالص منه انا شميته عموما يعني ان انا ماشي منش ريحة نشا فيه ودكته عشان برضو ما حسش ان انا بكون نشا اهو يا بنات لجايت لما لونه يفتح معنا والله يا بنات انا الوصفة دي عجبتني خالص والله اجرى بيها وقليلي رأيك ايه شايفين يا بنات انا كده يعني بقول لكم ان هو خلاص يعتبر هو ده الشكل اللي احنا عايزينه حطيت هنا يا بنات في الخلاط بتاع الجبنة اللي طلعت هحط معاها معلقة الزبدة اهو وهنحط عليهم الخليط بتاع النشا اللي احنا عملنا وده محمد طبعا علامة الجودة معنا في كل فيديو ما تتخضوش منه خلاص يعقدنا على كده طول ما لاب المطبخ تحت رجل موجود مش عارف اعايز ايهو يا بنات حطينا الزبدة وحننزل عليهم بخليط النشا اللي احنا عملناه مع بعض ونشغل عليهم الخلاط هنضيهم ضربتين هنضيهم يعني اتضربوا مع بعض كويس واددخلوا مع بعض اهو حط في كده وحط بجا ايه يعني انا حطيت ربا معلجة ملح انا ما بحبش اجيبنا الكريمة تكون ملح وبس انت الملح ده انت اللي هتتحكم فيه انت ممكن تكوني بتحبيها ملحة شوية زي يعني النوع الطعم اللي انت بتحبيه فيها احطيه انا بحب ملحة خفيفة حطيت حبة ملح ايه يا بنات صغير ده الاول كنت باريكم الشكل بتاعها ان هي الضربت حلا كده ونعمت معاها بكل سهولة انا دكتا هنا كانت تحفة مش مستهلة ان انا والله مش مستهلة ان انا كملت يا باقي المكونات مش هنعمل ايه دي يا بنات ربا معلجة ملح او هنديها درب عشان تختلت برضو كويس مع بعضيها بعد كده هنعمل ايه بعد كده هنضغط على اللايك صح انا حطيت يا بنات زيت كوبية الزيت اللي انا حطاها ما استخدمتاش كلها بنحط حبة حبة ليه بنات حبة حبة علشان الجبنة تتجل معانا وعلشان خاطر ايه تاني الزيت يدخل مع بعضه يعني تمام يا بنات او انا ما استخدمتش الكوبية كلها حوريكم الحباية لفضل يعني فضلك هدم علاقتين تلاتة كده لا لا علاقتين علاقتين ونص حلو يعني فايدة في الايام الحلوة دي داي بنات جبنة عندي اربع واحدات جبنة مسلسات هحطهم عليهم ممكن تلاتة ممكن اتنين بس هقول لكم فايدتها ايه اولا فايدتها ان المواد الحافظة اللي في الجبنة دي هتحافظ على الجبنة اللي احنا بنعملها انها ممكن تقعد شهر عندك في الخلاط في الخلاط لا يعني معلش يا بنات ممكن تقعد شهر عندك في التلاتة من جبنة يحصل لها اي حاجة يعني هتقعد زي ما هي كده محتفظة بنفسها وبقوامها وبرشاقتها كده زي الفل ضربناهم مع بعض كده ضرب كويس يا بنات بوريكم هنا الخلاط مش عارفة ليه ببص من باقي يعني بوريكم جمال الخلاط بتاع اللي اتنجر سنة اخنا علي الظهر ضربناهم بنات بص نعمة زي معنا وده حبيت الزيت الفضل يعني كده ربما كباية تلت كباية هنا بنات والله العظيم شايفين نعمة بقول لك بصي انت هتجيبنا المنبرة العلب المنبرة اللي احنا عارفينها كلها الكبايات وهات دي والله ما هتفرجوهم من بعد بل بالعكس انت هتحس ان دي اطعم بكتير من التاني انا بجيب دي بتاعت المنبرة بجيبها باستخدمها في صفات كتير انا هنا واولادي بيحبوها والله العظيم دي اطعم منها يكفي انها نظافة وبيتك وعارف انت مستخدمة في ايه عملت معي كباية ونصف كباية دي امتين وخمسين ميلي يعني عملت معي كباية ونصف والله العظيم تحف يا بنات يعني في الايام الحلوة دي موفرة معنا جدا حسن دوتشات الاولاد عاشة بالليل خفيف دي بنات انا بجاربها معكم ما حكت فينو كانت جديمة عندي ملجتش ملجتش فينو عندي جاري الحتة دي فحبت اجربها معاكم اه شايفين يا بنات والله يا تحف ما تنسوش اللايك يا بنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة